أحسن الله إليكم هذا أبو عوف يقول فضيلة الشيخ أبي لا يخرج زكاة ماله مع عدم إنكاره لركني لركني الزكاة معللا ذلك بقوله إن زكاة مالي أنفقها على عيالي وأبنائي وأبني أيضا لهم مستقبلا ما حكم هذه الحالة وما نصيحتكم لأبنائه الذين يتعيشون من ماله هذا جاهل الذي يقول زكاة أنفقها على أولادي لا يحل إنفاق الزكاة على الأولاد ولا على الآباء والأجداد لا تحل زكاة المرء لأصوله ولا لفروعه لأنهم إذا احتاجوا يجب عليهم أن ينفق عليهم من ماله فلا يجعل الزكاة وقاية لماله فأنتم بلغوه في هذا الأمر لأنه ربما يكون جاهلا بلغوه أن هذا أمر لا يجوز وأنه لابد من إخراج الزكاة وأنها لا تجزي إلى أولاده بل تصرف فيما أمر الله بصرفها فيه إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية فهي الدين باق في ذمته فعليه أن يخرجه عن جميع السنوات التي مرت ولم يزكي فيها نعم